السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بأحلى متابعين وقبل ما نبدأ تعالوا بنا نصلي على سيدنا النبي ويريد تتأكدوا من اللايك والشير للفيديو والسبسكرايب للقناة وما تنسوا اشتفى على زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد ويلا بنا نبدأ عزمة النهاردة هنقدم النهاردة الحلقة التانية والأخيرة من المسلسل الكوري الشمسي سوداء وأخذ هاني الفيديو الأصلي لإصابة سيون وبعت اليوجي على إنها صادقته اللي بتساعده وهي قالت له إن سيون فائد فرح لها على طول لكنه لقى كانج والعمل مستنيون هناك ومسلطين أسلحتهم عليه ولما سأل على سيون قال له كانج إنها ماتت وقطعت صدم نيوجي طلعت بتخدعه في اللحظة دي مساعدة الفيديو بتاعه كمان وإتناقل هان على زنزانة وهو حيتجنن وطول الوقت بيفكر وبالحاول إنه يربط بين الشخصيات وبعضها على آمل إنه يوصل للحقيقة بس ما كانش عارف خالص وحتى لما نمكن بيحلم بسيون وهي بتتصب الرصاص وفق وهو حزين وتان يوم كمعات جنازة سيون والكل حضرها بما فيهم كانج فرحت له يوجيو طلبت منه يرجع المكتب بسرعة وده لإن الفيديو الأصل اللي بيظهر براءة هان في إيد نائبة المفاوض دو وجالها خبر كمان باجتماع عاجل بلغها فيه المفاوض إنهم لقوا العمل للسرر شانجي مشنوق ومتعلق في بورد وطلبت من المفاوض إن يسيب لها فرصة تحقق في القضيطين بس النائب ليستفزها وقال لها إن ما عندهاش الكفاءل ده فتحدته وقالت إن خلال إسبوعين هتحل القضيطين ولو ده ما حصلش هتتحمل المسئولية وتقدم استقالتها وفي الوقت بدأتصل المدير كانج بالقائد دونج وخلاه يقبله بعد عن المكتب وقاله إن دوه هي السبب في موت العمل السريين ومش لازم إنهم يسمحوا لها بدا تاني ويمشوا دونج ومرة الأيام ورحلة هان القضى المحبوسة فيها وقاله إن ده مش حكز لكن ما كان علشان يتعالك فيه من الإدمن والحبوب اللي بياخدها وكان ده اليوم التسعة وأربعين بعد وفات سيون وقاله إنه عارف إنه مش هو اللي قتلها لكن ده ما يمنعش إنه هو السبب في موتها ففهم هان إن كانج هو اللي بعته علشان يخليه يحس بالزنب ويبعد عن كل ضو يخرج لحياته العادية فطلب منه يرجع لي كانج ويبلغه إنه هيخرج وقت ما يحب فساب ودجه وسأل الطبيب على حالته فقاله إنه رافض الزيارة خالص وعارف من الطبيب إنه يوجي بتجيله دايما بس بيرفض يقبلها وبعدها خرج هانو رح واقف قدام المكان اللي تشنق فيه العميري السري تشانج ورح ليوجي وسألها لي عملت في كده فعلت له إن المدير كانج سمعه وهي بتكلمه وقال لها إنه ولدها لسه عايش وموجود في كوريا بس تغير ملمحه بالكامل وعشان كده ما تعرفش عليه وقال لها لو عايزاه يدور عليه ويرجعه يبقى لازم تسمع كلامه وخليها تعمل كده فقال لها هان إنه ما كانش متوقع منها كده أبدا وعشان كده مش هيصق فيها تاني لكن حيخليها تساعده ورجع هاللي بتو قال إنه أكيد المعلومة اتنقلت من كيونغ لسيونغ وهي اللي نقلت المعلومة لكونغ وده معناه إنه سنجمه عبارة عن تنظيم مش مجرد فرد واحد وحت صورة يوجي معاهم ورح تاني يوم لدوه وطلبت منه يساعدها ولما شف كونغ تقسف له النساب مشاعره تتحكم فيه ورح ليوجي وخليها توضح له صورة لدونغ قعد مع ناس وعرفت إنه واحد منهم زابط والتاني كان مديلهم دهروا ومش باين فقال لها إنه حيدور عليه ورح للزابط وسألوا عن رئيسه وهددوا بأمان علته علشان يقول له كل حاجة فدلوا جهاز إرسال خاص بتنظيم سانجم وهوبس وأخدوا هان وطلب من يوجي إنها تطلع كل الرسائل اللي عليه ورحوا لمشرحة لجسة تشانج واكتشفوا إنه حق النقط معينة على الوشم بتاعه بالحبر فوق البنفسيجي ودي آخر رسالة سابها فصورها وبعتوها المركز حل الشفرات لكنهم ما أصلوش لحاجة وخرجوهم الاثنين فقابل كانجي يوجي لكنها قالت له إنها مش هتساعده تاني وحتى لما هددها بولدها برضو أصرت على موقفها وكان هان سامها الكلام ده لأنه بيصنت عليه بمساعد الدو ورح تيوجي للسوبر ماركت تشتري حاجات ففكرت شوية لحد ما لقيت حل للشفرة اللي سيبعت شانج وهي إنها توصل كل النقط ببعضها فطلع في الآخر اسم مرض وعرفوا إن 20 فرد بس مصاب المرض ده فاختروا منهم واحد اسمه بيونغ ورحوا للمستشفى وعرفوا إنه تطوير الدواء المسؤول عنه فقدان الزاكرة الجزئي بيتم في نفس المستشفى ودكتورة كيمي اللي بتتابع حالته النفسية هي المسؤولة عن تطور الدواء ده فرح وجهها بالكلام ده فقالت له إنها بتعمل كده بناء على تعليمات القائد دونغ ولما هرح له قال له دونغ إنه كل اللي عمله ده بناء على طلب منه هو ورح أفل الساتير وقرب منه وقال له إن بعد الحدسة بسنة يتصل به وخله يروح للصين أوي كان شكله مريب جدا وكأنه وحش مدمر ومسكه ضربه وعزبه كمان وهدود إنه لو ما اسمعش كلامه حيقدم المستند اللي يزبط إنه اختلص فلوس من الميزانية فطر دونغ إنه يسمع كلامه ودبر له المركب اللي هتنقول الكوريا واتصل كمان بحرس السواحل لما لقى السفينة ما وصلتشف معدها وهو كمان حط له الفلاشة اللي فيها الفيديو والورق اللي كان فيها رقم المشروع ليوجي وكل ده علشان يساعده وقال له إنه وقت ما سرق الفلوس كان ابنه الكبر في المستشفى وما كانش هيقدر يدفع مصري في العلاج ممرتبه لكن هو في الحقيقة ولا حرامي ولا شخص قاذر وهيسي يفتح المجرم اللي عمل كده في زميله زيه بالزبط وفي اللحظة دي كانت يوجي انتحلت شخصية طبيبة وصرق بطاق الدخول للمستوى اللي فيه تطوير الأدوية وبعتت رسالة لهم بكده ودخلت لقودة مكتوبة عليها منطقة محزورة ولقيت فيها الشخص المريض اللي كانت بتدور عليه ولقاته في غايبوبة لأنهم بيستخدموا لك بيشل من حركته وطلعت تليفونها علشان تتصل بهان بس معرفتش فأخدت المريض بسريده وطلعت به ولما الأمن وقفها ضربت واحد منهم برصصة فريقلو وأخدت المريض على عربية الإسعاف لكن جالها واحد هددها وأخد عربية الإسعاف ومشي بالمريض والحراس كانوا لست حيتلموا عليها جالها هان وأخدها بعربية ومشي بيها وراء عربية الإسعاف فبعتلها رسالة بإنها لو مشيت ورهم حيقتلوها وصبوا عربية الإسعاف قدامها وبهونج على سريره برى العربية وقتلوا برصصة فنزل هان من العربية وطلب منها تسوء وقرب هو من عربية الإسعاف بمسدس فطلح حد من الإسعاف ورمى على عربيةهم قنبلة وبسرعة البرئي مسك هان إيديوجي وخرجها من العربية ومن قوة الانفجار فقد وعيه وقالها الشخص اللي رمى القنبلة ورفعت سلاحه عليها وضربها رسالة وهرب وفاقها على صوتها وبدأ يفتكر حاجات من اللي كان نسيها ويجيري على يوجي تطمن عليها ولقىها لبصة أميس واقل الرصاص ولما الإسعاف وصلت قالت له إن كانجا قالها عليه إنه والدها وإنه سمى نفسه بايك واشتغل مع العصابة ونسي كل حاجة من حياته الأديمة وحتى إنه غير شكله وسألها عن آخر رسالة وصلتها فقالت له إن كان مكتوب فيها إنهم ما يدوروش عن الإجابة في مكان بعيد لإن الإجابة موجودة بينهم ودي كانت نفس الجملة اللي قالها لها المدير كانجا قبل كده وكان كانجا في الوقت ده في اجتماع المفاوض والنائب لي وكان معهم اتنين تانيين من رؤساء المكتب الخارجي واحتفلوا باستقالة النائبة دو لإن المدة اللي كانوا متفقين عليها عدت والأضايا متحلتش وطلبوا من المفاوض إنه يختر حد مكانها وكان كانجا متوقع إنه حيفز بالمنصب ده وفعلاً دا اللي حصل وقدم النائب ليقترح بتغيير التقم بتاعه لإن الانتخابات على الأبواب ولازم يبقوا عاملين حسابهم كويس وقال كل اللي اقترحت اللازمة وطلب منهم يمضوا عليها بالموافقة ورح لها دونج ساعدها وأخذ حاجتها علشان يوصلها بالعربية وهي خرج وراه قبلت كانجا وقالت له إن مش هي دي النهاية لكن البداية الحقيقية ولازم يبقى مستعد كويس للحرب معها وقبلت هم بعد كده وقالت له إن مركز المخابرات مخلص للحكومة مش للبلد واستغلوا المعلومات الكتير اللي معهم عن أشخاص لها قوة وتأثير علشان يوصلوا لليهم ما عايزينه ولازم حد يوقفهم عند حدهم وقبل ما تمشي طلبت منه معروف وهو إنه يخلي عينه على المدير كانج والمفاجأة النائب لي بدل ما يتخلص منها انقرر إنه يعينه معه في الفريق لإنه شاف إنه بالطريقة دي بيسيطر عليه وحتى المدير أيوك تكلم معه في النقطة دي وتكلم كمان عن تعين باي قائد للفريق مع إنه كان أقرب واحد لي وبينفز له كل طلباته وده كان مخلية توقع إنها يختاره هو بس لي قاله إنه حالياً الأهم عنده هو المصلح العامة فأخذ بيوك ملفه ورح به لكانج وطلب منه يشوفه بعدين يختار إن كان هيبقى في صفه ولا لا أما يجي فخرجت مع زميلها في المكتب وتعشوا مع بعض وقالوا لها إنه ده حيبقى آخر لقاء بينهم لإن الفريق حيتفاكك وده كانت صدمة كبيرة ليوجي وتاني يوم رحل صديقه لي وورله صورة نائب المديرة العام لهيئة الأمن في كوريا الشمالية لما كان قاعد مع دجو وسألها تعرف إيه عنه فقالت له إنها صابت إن مخدرات وفرت كميات لأبناء مسؤولين كتير وابن الشخص ده كان واحد منهم وحس من كلامها إنها مخبية عليه حاجة ولما سألها قالت له إنها مش حتقدر تقول حاجة أكتر واتصلت بيوجي وقالت له إنها بحثت كتير لحد ما عرفت إن شركة بلانيت هي اللي عمل الجهاز الإرسال لجمعت سنجموهو فأخدها ورحوا على شركة بلانيت على طول وقعدوا مع محامين الشرطة فرفض هان إنه يتكلم معاهم وقالوا صاحب الشركة بنفسه وبعد ما شاف الجهاز قال لهم إنه فعلا هو اللي ابتكروا بس مش فكر لمين ولا إمتدتم ومعرفوش منه أي معلومة مهمة لكن هان اكتشف إنه كان بيرقبهم طول الوقت ولما رجعوا المؤسسة قبلهم لي وبلغهم إنهم هيبقوا في قسمه ورحل كنجي وسألوا عن شعوره بعد ما فز بالمنصب اللي بيحلم بي لسنين كتير لكن في المقابل قتل سيون فطردوا كنجي من مكتبه بس قبل ما هنيخرج الدالة صورة سيون في المنتجة السياحة معاه واللي لقاها في شائطها زمان وخرج من عنده وبيقولوا إنه عمرو ما حينسى وعده السيون بإنه ينتقم من المجرم ورحلوا يجي بس ما لقهاش لأنها كانت بتقابل زميليها كان بيطابع عضية ليان وقال لها إنها ماتت في حادثة عربية ورحت معاه لقسم الشرطة علشان تشوف كاميراة المرأبة فما لقيتش أي أثار لأي فرامل للعربية وحتى الزابط المختص كان باستغرب جدا من شكل الحادثة وحسيت يوجي إنه ممكن يكون في ارتباط بينها وبإنسان جموه وطبعا هنكم معها في كل التحريات دي وقالوا اتصال من دج طلبي قبله في مكان بعيد عن أنظار الكل وقالوا إنه بحث كويس عنده وعرف إن بعد ما العمل اتعرفوا وترحلوا بشكل جبري من الصين اشتغل الدومة عدد قليل منهم بس ما يعرفش إيه الأعمال اللي عملوها لها وكانجي كان بيجمع المعلومات في السر عن بلانت وطبعا الموضوع ده شد انتبه هن جدا وطلب من دونجي إنه يدور أكتر في الموضوع وقبل ما هن يمشي طلب منه دونجي يخلي بالو على نفسه ورجع هن تاني ليوجي بالمعلومات اللي وصل لها وتأكدوا إنه في علاقة قوية بين سانجوموه وبانت ووصلوا الكشف حساب مسؤولين كتير ولقوا أرقام كتيرة بتضف لحسابهم في نفس وقت الانتخابات وإذا معناه إن سانجوموه هي اللي بتتحكم في نتيجة الانتخابات فخرج هن رح لصديقته اللي دايماً بتمده بالمعلومات والمرة يعرف من هن المسؤول اللي مع دونجي في السورة مات في نفس الوقت اللي حصلت فيه الحدثة بتاعت هو وإصحابه وما كانتش تعرف أي حاجة عن الوفاة غير إنها جريمة قتل والمسؤولين في كوريا الشمالية أخدوا جسوته في منتهى السرية علشان ما حدش يعرف إن كان ناوي ينشق عن الشمال وينضم للجنوب فسابها هن ونزلوا هوبيه فكر في كلامها فقالوا اتصال من يوجي وقالت له إنها وصلت لآخر مكالمة يان قبل ما تموت وكانت من تليفون أمني تابع عملاء المخابرات فطلب منها تبعت له الرقم وقفل الخط من غير ما يقول لها على مكانه ولا ناوي على إيه واتصل بالرقم اللي بعتته له بمجرد ما صاحب الخط فتح المكالمة قال هن إنه يعرف كل الجريم اللي عملها ولنه يعملها وطلب منه يقبله بعد ساعتين وكانت يجي بتحاول تتصل بهان فشافها نقب المفوض لي وتلع يعرف كل حاجة عنها وعن والدها ودالها ورقة مكتوب فيها اسمه رقم الملف اللي في كل حاجة عن والدها وطلب منها تقرأ وهي تعرف الحقيقة فأخدت منه المعلومات ورقة لمكتبها وفتحت الملف على طول وكان هن وصل للمكان اللي اتفق عليه مع صاحب الرقم ووصلت عربية سودة فيها شخصه بدل ما ينزل يتكلم معاه حاول يضربه بالعربية وفضل هن يحاول يهرب منه ويضرب على الارصص لحد ما الشخص اللي في العربية خبط في عربية تانية والعربية وقفت فكسر هن إزاز الشبك واتصدم لما شاف الشخص اللي فيها لأنه كان كانغ وطبعا مجروح من الحادثة فأخده وقريب بيه على المستشفى فقاله تصل من دونجو وقاله إنه وصل له فيديو جديد وبعته له على طول ولما هنفتح الفيديو ده لقى نفسه بيقول إن فيه واحد من الفريق توصل مع واحد من بره وهو كيم وده زميله اللي مات في الحادثة فأتصدم هن وحس إنه ده يخوئ على الارض وده كان نفس الوقت اللي رحت قبلت فيه يوجي نائب المفاوض ده ورفعت عليها سلحة وسألتها إن كانت المسؤولة عن اللي حصل لولدها فقالت لها دولة ووسقا ندي الحقيقة يبقى الأفضل لو قتلتها وفضلت وقفة قدامها فترة وبعدها سابتها ومشيت وبنرجع تاني الهان اللي كامل الفيديو وكان بيقول فيه إنه شاف اللي حصل بعينه وإن بعده إسبوع من دلوقتي حيوصل له فيديو تاني بيقول فيه مين اللي قتل أصحاب وبس قبل ما يشوف الفيديو لازم يعرف الجسوس اللي في الوكالة الأول وفي الوكالة كان المفاوض عامل اجتماع مع النائب بتوعه وواجه النائب اللي بمصارفه وقال له إنه تعدى الحدود وبمنتهى الجرأة قال له لي إنه ما كانش لازم يعمل عدوة معه وبالذات وهدده بشكل صريح بإن الانتخابات على الأبواب وهو يعرف عنه حاجات كتير واسهبه قام وبدأ هان يدور ورا كيم وعرف إن النائب دو هي اللي اخترته للمهمة دي وإنه كان يتيم ويتجاوز من زملته في الملقى وطلب من صديقه إنه يدور له على معلومات أكتر والتاني يوم رح للمكتب فلأ يوجم جمع حاجتها ومشي فأخذها على سطح المبنى وقال لها إن سانجو موه خلى المدير كانجي سوق العربية غصبا عنه زي ما عامل معليان وإن فيه مكان واحد هو اللي يقدر يعمل كده وهو المكتب الداخلي بس يوجي عارضت رأيه وقالت له إن فيه حد تاني غير سانجو موه وهو اللي ورا كل ده وهي النائبة دو وهي اللي قتلت زميله زي ما بعت والدها وقالت له إنها قبلتها مبارح وعرفت إنه بيتجاسس عليها بمساعدتها وطلعت تليفونها كسرته وقالت له إنها من دلوقت مش هتساعده فهاتدها إنها لو مش زملته فهيعتبرها عدوته فقالت له إنه أصلا عمره معتبرها زملته وثابته ومشيت وراحت للنائب لي وسألته عن سانجو موه فقال لها إنها فضولية وتهرب من الإجابة بس كمان لمح لها إنها قريبها تبقى درعه اليمين وبدل لسويون وأخدها لقودة المرأبة ولقيت النظام متصل ببلانات ودى لها مكتب وطلب منها ترقب الكاميرات وطلب من شخص تاني رقبها علشان يعرف مدى ولأهليهم وكان هان في الوقت دبي قابل دونج وسألوا عن أقرب نسل كيم وسألوا كمان عن مكان زوجته وعرف منه إنها صاحبة صالون تصفيف للشعر فرح لها على طول وبعد شوية وصلت بنتهم وقالت لها إنها ما شفتش والدها حتى وحكيت له إزاي وصل للمهمة دي ورجع هان لبيته وضفسه رده لأسماء الناس المشتبه فيهم وقالوا إنه بمجرد ما يعرف الخين هيعرفي القاتل ورح لصديقه كايان تاني والمراتي سألوا عن أخر مكالمة عملها كانج وقت الحدثة فعرف إنها كانت للمدير إيوك وطبعا هان ما فوتش الفرصة وجير على مكتب إيوك وسألوا يعرف إيه عن سنجموهو وقال له إنه شاكك إنه نائب المفاوض ليه هو رئيس سنجموهو بس ما احتاج دليل قاتع لده فعرف منه إنهم نوين يؤذوا على آخر دليل وهو نائبة المفاوض دو فجير على مكانها وهي كانت خرجت بتقابل والد يوجي علشان تصف الخلف وسوء الفهم اللي بينهم وطلب منها تقوله هو مين وكان فريق النائب ليه كلهم بيرقبوهم مش بس كده ده كان محضر قناصة علشان يؤذوا عليهم فبعتت يوجي رسالة الهان من غير محد يشوفها وعرفته مكان القناصة وطلبت منه ينقذهم بسرعة فدرب رصاصة في مكان قريب من دو وخليهم ينتبهوا بعد عمر ما القناصة وقبل ما يمشوا من المكان كان ليه عامل حسابه ومحضر قنبله في المكان وانفجرت في دو والد يوجي هو اللي نجا وقالوا هانو هدده بواحد من رجالته علشان يوافي اتكلم معاه وسألوا ايه اللي خله يرجع تاني الكوريا فقالوا انهم يشبه بعض كويس وهم الاثنين عايزين ينتقموا من اعداؤهم لان الماضي مش بيختفي وطلع مسدسه ضرب الراجل اللي كان هم بيهددو بي ونطف مركب قريبة بسرعة جدا وافتكرت يوجي لما رحت لهان وعملت معها صفقة وهي انها توهم لي انها بقت معاه وتنضم الفريقه هو تاحت قوله كل المعلومات اللي محتاجها وفي المقابل ما يقتلش والدها لانها لسه مش متأكدة ان كان فعلا والدها ولا لا وفعلا هان عمل كده وفقت دو وقفت مع هانو وسألها لي كانت مختارة كيم ولو كانت طلب حاجة منه قبل المهمة بتاعتهم فقالت له انها عرفت اني طايق موسى على الحدود وبيخطت لحاجة مع نائب المدير العام له هيئة الامن في كوريا الشمالية وانه كان نويا شاق فبعتت له كيم بس ما قالتش بشكل صريح انها امرت بقتله ومشي هانو بقى يفكر في كلام دونج لما قاله ان الماضي حيرجع وحيتباحه وفهم انه كان موجود وحضر حد سيتقتل زميله ورح اتمن على كانج من دونج وعرف انه لست فغيبوبة فقابل ايوك وحزره انه سنجو موه بتتخلص من كل الناس اللي تعاونت معهم قبل كده والدور حيبقى عليه فقاله ايوك كل حاجة يعرفها ورجع هل بيته حرق كل السوار اللي عنده وبنشوف نائب المفوض لي رحتاني يوم لمقر بلانت وقابل صاحب الشركة وهدده طلب منه يسمع كل تعليماته وما يعرفش حد بالكلام اللي بينهم ابدا وطلب منه يبعت له كل محادثات ومكلمات اي حد يحتاجه وسبوه مشي واتصلت يوجب هانو كانت لسه بتكلمه وقالت له على معلومات بس الخط قطع ولما اتصل بها لقى تلفونها مقفول وللأسف انشغل باتصل من كين قاله اسم الطبيب المسؤول عن تطور عقار فقطان الزقيرة وعرفوا مكانه وعلى طول وصلوا هان بس الطبيب قاله ان الوحد اللي يقدر يوصل للمعلومات ده هو صاحب بلانت وكان لسه صاحب بلانت حيمش من الشركة قالوا هانو ضربوا طلب منه يقولوا الرقم السري وإلا حيقتله والمفاجأة بقى ان النائب لي قارر ان يلعب على المكشوف وظهر له فاتهم هان بانه قتل نائب المدير العام لهيئة الامن في كوريا الشمالية وبعدها حاول يتخلص منهم بس اللي قاله انه ده سيناريو من تأليفه ان كان بيحاول بكل الطرق علشان يحافظ على المؤسسة لكن هان قاله انه قتل كل اللي وقفه وشه ورفض انه يقتنع بكلامه فطلع لي تليفونه طلب من رقلت انهم يدخل يوجي وطلع هو اللي خطفها وقال له هان انه مقدرش ينقذ دميله الأدام بس يقدر ينقذ يوجي فنزل هان مسدسه وقبل ما لياخدوا قتله مكالمة من كانج لانه فأ من الغيبوبة وقال له انه موجود مع المفاوض وكل المدراء وصل لهم فيديو من هان قبل ما يفقد الزاكرة بيقول فيه هو من القاتل وعرضوا على كل الشاشات وكانوا كلهم متوقعين ان هان هيقول ان ليه هو القاتل لكن المفاجأة اللي صدمت الكل وأولهم هان انه قال انه هو القاتل وافتكر هان كل حاجة حصلت وقتها لما جاي يدخل القوضة على زميله فقال له ان المعلومة تسربت وفي حد منهم هو اللي عمل كده فأخدهم ورحل شينيونج من غير ما يفتحهم في أي حاجة وهو اللي رأي بدونج مع نائب الهيئة الشمالية وموسى كان الحرس بتاعه وقارروا انهم يفضلوا مرأب بينهم لكن هان كان بدأ يشك في كل زميله لدرجة انه فتش في تلفونك يونج وقال له انه شاكت في كيم وحاسس انه جسوس والكلام ده طبعا اثر على هان وبقى محتر يصدق مين وبعت هان كيم علشان يرأي بالنائب فلقى فقطه والنائب مقتول وفضل كيم يقسم له انه ما عملش حاجة فطلب منه هان انه يهرب الاول وفعلا هرب هو الاول ونزل وراه لما وصلوا الاودة لأكيم وهيونج رفعين على بعض المسدسات وكل واحد فيهم بيتهم التاني بالخيانة فضرب كيم كيونج وقال لهان انه عمل كده لانه كان خاين وفجأ رفع سلاحه علشان يقتل واحد وراهان كان جاي يقتله بس هان فكروا انه عايزي موته هو وقتله ولما عارف الحقيقة ندم وتأنيب الضمر كانوا حيقتله فهرب وتعطى مخدراته وقته زكرة الادمة رجعت لما الحرام يميسك والده في المطبخ فميسك هان مسدس والده وبدل من رصاصة تيجي في الحرام يقتفي والده وقرر انه يقتل نفسه علشان يتخلص من الالم لانه مش قادر يكمل حياته كده لحد ما قاتله فكرة انه يمسح زاكرته ويرجع للمنظمة ويعرف مين اللي كان ورا الخيانة دي وينتقم منه ويقتله واول ما الفيديو خلص ميسك هان وقتل كل الحرس الموجودين في الاوضع ولست حيقت ليه منعت يوجي واعهم في الارض وفقد وعيه وتقبض عليه وطلبت يوجي انها تتكلم معه وفعلا دخلت له الحجز وقالت له انه مش وحش لكن ما كانش قدامه حل تاني وعشان كده هيبتصق فيه وكلامها اصدر فيه لدرجة انه افضل يعيط وفي الوقت ده كان ليه حضر لجنة تأدبية للحكم على هان ولما كانجي عرف كده رح له وسأله ازاي يعمل كده قبل ما يعرف المجرم الحقيقي وطلب منهم يفرجوا عنها فورا وراح كانجي الهان وقاله انهم تعاونوا مع ليه بس اكتشفوا بعد كده انهم غلطانين ولما رحوا لسيونة علشان يحذرها ان تنظيم سنجموه قرر يقتلها ومدتلوش فرصة ان يقول حاجة وهو حاليا حاسس بغلطته وعايز يكفر عنها علشان كده محتاج مساعدته علشان يكشف ليه وده له ملف قضية والده وقال له ان البحث الجناء اكتشف انه في سقب في الحيطة وده مصدره المسدس اللي كان في ايده لكن رصاصة اللي صابت والده من مسدس مختلف وده معناه ان مش هو اللي قتل والده وطلب منه يسامح نفسه يفكر في اللي جاي وخرجه من الحكزه اول حد رحله هان هي النائبة دو وسألها عن الحقيقة فقالت له ان كيونج هي تبع سنجموه وهو اللي قتل نائب الشمال فضت امر الكيم انه يقتله لانه لو ما كانش عمل كده كان هو قتلهم هما الاتنين وكانت فكرة ان الجاسوس اللي تبع ليه هو اللي قتل كيم وعلشان كده كانت عايز هان يسترجع زاكرته لكن دلوقتي تقلب الموضوع ضدها وما فيش حاجة تقدع على لي دلوقتي غير اعترافه فاتحد هان ويوجيو كانج ودونج علشان يكشفوا حقيقة ليه وضموا ليهم ايوك علشان يساعدهم بالمعلومات اللي يعرفوها ضد ليه وبعد ما قالهم اللي عايزينه رجع العربية وافتكر اخر كلام ضربينهم وبالليه لما ليه قاله انه شغال معاه بقاله 28 سنة يعني فترة اكتر من زواجه ووكله مسئوليات اكتر واتفق معاه انه يخضع هان واللي معاه فعلا حصل وطلع تليفونه وقال انه تواصل معهم وحكاله على كل اللي اتكلموا فيه ومش بس كده ده كمان بقى يعرف هما وصلوا لقه ويبلغ لي باخر الاخبار زي انهم يتواصلوا مع الرئيس شين وطلبوا منه يسلمهم كل الملفات اللي تثبت خيانة لي ولما ليه رحلوا تاني يوم علشان يلحقوا قبل ما يعمل كده لأ كانجي مستني هناك وقالوا ان كان مستنيه وحكالوا انه خدموا جدا لانه لولا تسجيل اللي سجلوه لوسماعوه لشين بانه نوي يقتله ما كانش شين وفي يسلم لهم حاجة وطبعا سموا الحاجة دي بالاتفاق مع ايوك ولما ليه هادت كنج وقالوا انه كلهم على بعض مش قده ومش هيقدروا عليه رد عليه كنج بانه بيتمنى يكون هو قده اللي هيحصله وامر بالابض عليه بس رفض ان يتكلم او يعترف باي حاجة فطلب هان من يوجي انها ترأي بكل اللي كانوا حواليه ومن ضمنهم القائد بيانج وراح هان يتكلم معالب نفسه وسأله ان كان هو اللي وظف كيونج وخلاه يقتل نائب الشمال او ما كانش ليه عايز يجاوبه ويستفزه بموتسيون فتعصب علي هان وهدد ان لو جب سرتها تاني او ديقه حسابه معاه مش هيبقسه فاضطر لي انه يكلمه باحترام وقاله انه مش ورى جريمة الاتل اللي حصلت ولا كان يعرف عنها اي حاجة حتى وموصلش الاخبار من كيونج اليوم دا لكن وصلته الاخبار من شخص تاني وانه كيونج مش هو اللي قتل نائب الشمال لكن لما وصل شاف موسى هو اللي قتله وعمل كده علشان غارة خافي جواه لكن لما هو حاول يفسر اللي حصل شاف ان السبب هو انه ورتهم في اللي حصل عشان يقضي على وكالة المخابرات كلها وبعد الحدثة دي فضله يحاول يقبض عليه بس ما عرفوش وطلب ليه من هان انه يفكر كويس وحيوصل لنتجة مهمة وهي انهم زميل وهدفهم واحد بس هان قالوا انه مش هيسيبوا غير لما يدفع تمن دا من ناس اللي ماتت بسببه من غير زمب وسبو خرج وشا باينج وهو دخله وقاتلوا مكالمة من يوجي بتطمنوا انه كل حاجة تمام وانها ورا باينج ففهم هان اللي عنده هان مش باينج وفعلا دا كان موسى لابس قناع ومتنكر في شكل باينج وجيري هان على القضى اللي فيها لي فلا أهمش نقفة لحقوا بسرعة ونزله وعملوا تنفس صناع لحد ما فاء ورجع تاني للحياة وقالوا ان اللي عملوا كده هو موسى واني كان في القوات الخاصة في كوريا فرح انزر زميل موسى اللي كان في السجن وهدده اما يتعاون معاه او يدله عقوبة مخففة او يرفض ويتعدم فاضطروا ان يقعدوا يحكي له كل حاجة عن موسى وقالوا ان اسمه مرتبط بكل الجريم الممكنة ومعنى اسمه موسى هو المحتال ورجالته ملهاش اول من اخر وبيستخدمهم في كل جريمه من غير ما يتورد في حاجة وفهمهان انه علشان يوصل للحقيقة لازم يحل لغز موسى ويعرف مين اللي وراه ورجع اللي بوته في دلقاعد يفكر في الكلام اللي ضربينه بينها وتأسفت له على كل اللي عملته وقالت له انها لو ما كانتش خبت عنه ما كانش كل ده حصل فقال لها انه من النهاردة مش هياخد اوامر من حد تاني فقالت له ان المفوض رجعها تاني للعمل وطلب منها تكون فريق وانها هتخليه من ضمن فريقها بالشروط اللي تناسبه ورجعت دول مكتبها من تاني واعتذرت لأيوك انه مش هيبقى من ضمن فريق العمل الخاص بيها بس هو مزعلش ورح عن ليوجي وبلغها انه هيستبعد عن القضية لان موسى بقاله فترة كبيرة بيخرب خطتهم وهو السبب في اللي حصل لزميله ومش هيسيبه انه لو هو مدمر خطته وممكن كمان يقزيه فقالت ليوجي انها دعت كتير بان والدها يرجع لها بالسلامة لكن رجع وحشه هي مستعدة انها تشترك في سقوطه واخدته ورحت لزميلها مسئولة تكنولوجيا علشان يحل شفرة رسايل موسى ولحظوا لنفسه اسلو كيون وبعد ما تكلموا معاه تأكدوا انه هو مصمم الشفارات وانه بيساعد موسى ورقبوه من بعد من غير ما يحس بيهم ولقوه ركب عربية شكلها غامض وركب فيها شخص اسمه جيجي وفضلوا ماشيين وراهم لحد ما اصلوا المبنى فرجع هان وشرح للسلطات الموقف كله وجهز القوات واقتحموا المبنى واشتبقوا مع المجرمين وقتلوا عدد كبير منهم وشاف هان كيون فطلب من القوات وقف النار بس للأسف كان قرروا متأخر واتسب كيون برصاصة في كتفه ولمح هان موسى وفضل ماشي وراه لحد ما وقفه بس موسى فقر قنبلة وقضى على كل الكاميرات فنزلت يجيب نفسها ولقيته رافع مسدسه على هان فلدت علي وقالت له انه والدها وبرده كان حيدربها فضربته رساسة في كتفه وجرز تخبه وبعدها يارب وكانت دوحة تتجنن وتطمن عليهم بعد ما كل اجهزة الارسل اتعطلت فاتصل بها هان وبلغها باللي حصل ودت له امر بالانسحاب وفضلت يوجي معك يوم في المستشفى وبعد ما اطمنت علي رجعت لزميلها على امل انهم يوصلوا المعلومة جديدة وبعد تفكير عميق من الكل لفهم الدوء انه بيسعى وراها وقالت لهم انهم لازم يستغلوا الفرصة دي ويجهز له فخ ما يعرفش يهرب منه وقالت لهم ان ذكرى وفات ابنها فاضل عليها يومين واكيد حيقلها في المقابل في سيول وطبعا يوجي كانت طول الوقت بتزور كيون واعتذرت له وقالت له انها كانت لازم تبقى حريصة عليها اكتر من كده ويتهتم بكل تصرفاته وخرجت من عنده ودخلت قودة النائب لي لانه كان محجوز في نفس المستشفى فقالوا تسال من اكتر من شخص كان مهتم بيها في غياب والدها وقال لها ان حصلت حاجة غريبة من فترة وبعد ما عرفتها قبلت هان وقالت له عليها وهي ان الشخص راح من فترة اللي اعتراف وقال انه تحبس فقدة ظلمة وبردة معاه لفترة كبيرة جدا وفي يوم طلب منه زميله معروف وهو انه يقتله وده لان اعضاءه ضررت من التعذيب وكان عايز يرتاح فضغط موسى على رقابته بايده لحد ما تخنق زميله ومات وخرج من رقابته عظمة وعايش على انه زميله علشان كده معرفها شو اللي افتكرها ورجع التاني يوجي لزميلها ومن كاميراة المرأبة وصلت لرقم العربية اللي هيرت فيها سامو وجه معاد الزكرة الثانوية لابن دو ولانه كان عدو في الوكالة واتقاتل في واحدة من المهمات اللي اطلب منه فحضر كل القادة الزكرة العشردي وكانت شبه احتفالية لتخليط زكرة وتمجيد اعماله المشرفة وتلعدو قلت خطب وحكت زي ابنها مضحية المجرمين وفي الوقت دا كانت قوات الامن بقيادة دونجو بيأمنوا الاماكن المحيطة بالسلاح والكلاب وهانو كانجو بيرقبوا المكان كويس واتصلت يوجي وبلغت هام بانها اكتشفت ان قيمة الحضر اتغيرت في اخر لحظة والاختلاف في شخص اسمه يونج فاتحرك هام بسرعة وسائل عن مكانه ومن ناحية تانية كانجو يوم بدبر خطة وضرب جرس الانزر في المستشفى وخلى الكل يخرج وطبعا الكل حيخاف ويهرب من الحريق الا المردى اللي مش بيقدروا يتحركوا منهم نائب المفوض لي اما هام فلقى واحد واقف وحطت ايده في جيبه وقبل ما يتحرك دربه برساسة في الجو وطلب منه يرفع ايده فوق بس لاحظ ان في جهاز تحكم في ايده فدربه برساسة فراسه وقرب منه علشان يشوفه كان هيطلع ايه فلقاه لابس قنبلة فبصل الكل وهو مش عارف يعمل ايه وخصوصا انه فاضل فيها ثلاث ثواني بس وبنرجع تاني الهان اللي سرخ بعلوسوته في الكل علشان ينبطحه وتفاجئ ان القنبلة وقفته من فجرتش هو تلفوني الشخص رن برقم مجهول ويتلع المتصل هو موسى وقاله انه مجرم ولا سفح ولا بيأتي للناس من غير زامب وقاله انه مش فاهم ازاي بعد كل اللي حصل وهو ماشي ورا الوكالة مع انه عارف حقيقتهم وعارف كمان انهم بيتصرفوا لمصلحتهم وبس فقاله هان انه غلطة لانه شايف الحقيقة بس من وجهة نظره ولو غير منظوره للوضع يشوف ان الحقيقة حاجة تانية وان الحقيقة اللي في حياته دلوقتي هو انه يقبض عليه فقفل موسى الخطف وشو وقف هان مش فاهم اهل المفروض انه حيتم ويوجي هي كمان كانت وصلت للعربية اللي كانت بتبعها ولقت في اخرها قنبلة وكان فضل لها تسع سواني بس فوقفت متجمدة في مكانها ومش عارفة تتصرف وعد وقت القنبلة وانفجرت بس كانت قنبلة كهرومغناطيسية وما عملتش انفجر يقتل حد لكن قضى على كل التكنولوجيا اللي في المكان المحيط وحاول هان ان يوصل ليوجي بس ما عرفش وهي اصلا كانت مصدومة وفاكرة نفسها ماتت وفهمت انها قنبلة مختلفة ولا تليفونها ولا عربيتها شغالين فخرجت من المكان وشافت موسى بيركب عربية ومشي وحاولت توقفه بس ما عرفتش فارك بالتاكسي واستخدم التليفون السواء واتصلت بصديقها وعرفت انها كانت في مبنى مصر في احتياطي ونقلوا الفرع المكان تاني فقفلت معاه واتصلت بهان وقالت للمعلومات دي وانه رايح للمكان اللي فيه التسجيلات المالية لأكبر بنك في كوريا واتفقوا انهم يتقبلوا في جاراج المبنى هناك واتقفل عليهم من كل اتجاه فاتصل هان بدو وقال لها انه يقدر يحل المشكلة دي هو كيون ولسه دو بتؤمر العمل انهم يجبوا وقالها ايوك وقال لها انه كان في المستشفى عند ليه ولقى كيون كان حيقتله فمسك ايده في اخر لحظة وجابوا معها المركز وتكلم معاه وكان هان كل دا بيدور على مخرج من الجاراج فتوصل موسى مع دو وقال لها انه مطالبه بسيطة جدا وقدمها خيارين هو انه تسلموا السجيلات المالية المتخزنة في المبنى او لتضحب حياة الثلاثة وثلاثين شخص اللي في المبنى ودالها مهلة ثلاث ساعة تقرر فيهم والفيديو دا اتزاع في البلد كلها في كل مكان وبعد ما الفيديو خلص اتصل بها وقال لها انه عند شروط وانه لو شاف اي عمل في نطق خمس متر مما كانه حيعدم كل الرهاين ولو حذرت الفيديو اللي بيعرضه برضو حيقت للرهاين وقفل السكة بعدها على طول فطلب الدوم ان كانج انه يخلي كيون يساعده فاخده على زميليوجي علشان يتعاونوا مع بعض وهان اخيرا لقى مخرج من المكان اللي هم فيه واتصلت به دو وقالت له ان اول حاجة دلوقتي لازم يلاقي القنبلة المسيطرة على كل التكنولوجيا وبعت لهم كيوم مخطط للمبنى كله وقال لهم ان يحتمل كيبير القنبلة تكون فوق قضة الكهرباء وكان كانجي شايف اللي بيعملوا دغالة لانهم المفروض يدوروا على الرهاين الاول وفيدل يتجادل معها لان بالنسبة لدو كانت الاولوية الاموال البنوك لان لو ضحت بها فالاقتصاد الدولة كله حيتأثر وفي الوقت دو وصل الهانويوجي لمكان القنبلة واكتشفوا انها مش حقيقية وفهم هاني النموسة متأكد ان الحكومة مش هتختار الرهاين وعايز يزبط كده للناس علشان الشعب يتقلب على الحكومة ومسكوا تلفوناتهم علشان يبلغوا دو بس ملقوش اشارة واكتشفوا انه مستشايفهم في كل كاميراة المرابع وبعت لهم رجالته علشان يؤدوا عليهم بس هنقتلهم واخد يوجي وتلوا على السطح وفيدلوا دوروا على اي حاجة من الحكومة في المكان لحد ما لمحوا دونج فطلعت يوجي بطريتها وبعتت له اشارات فيهم بها ان القنبلة مزيفة واتصل دونج بدو وبلغها بالخبر ده فترجع كنجي انها تركز على الرهاين فوفقت وبلغوا يوجي بالشفرة ان الخطة طايرت فرحوا يدوروا على طريقة يوصلوا بها المكان الرهاين وعشان يعرفوا مكانهم استخدمت يوجي فكرة عبقرية وهي انهم يروحوا لقودة الباس ويشغلوا موسيقى في كل القود بالدور لحد ما لحظوا رد في الرهاين يبقى هي دي القودة اللي هما محبوسين فيها وفعلا اكتشفت مكانهم بالطريقة دي بس بدل ما يروحوا لهم استنوا ووصلوا رجالة موسى ليهم وقتلهم هان وبعدها رحوا للرهاين وبقيت الكل اللي قبلوا في طريقه لحد ما وصل لقودة الرهاين بس ما كانتش بتتفتح واتصل به موسى وطلب منه يقبله عند السطح فرح له هان وطلب منه موسى ان يرمي سلاحه ودربه رصاصه في رجله وقال له انه كان فاكر انه اكتر شخص عيفهمه لانه كل واحد فيهم اتل زميله وتعرضوا لنفس الظروف بالزبط ففهموا هان انهم مختلفين عن بعض لانه معترف بغلطته وانه دمن عليها وحتى بيتمنى ان حياته كلها تقف بسبب كده لكن هو عكسه شايف انه مش غلطان وفي دل يسألوا موسى عن السبب اللي خليه تغير كده وبص موسى على شاشة المرابة اللي فيها الرهاين ولقى يجي وسطهم وقال له هان انه ما تحولش الوحش زيه لانه كان له زميله حولته وحسنت سلوكه وزميلته اللي بيتكلم عنها دي هي يجي وقال له انها بنته فحس موسى انه بينهر ووقع منه جهاز التحكم في القنبلة فاخدوا منه هان بسرعة وضربوا رصاصة في كتفه فقال لموسى انه لمعادة مش جهاز تحكم لكن جهاز بيت في القنبلة ولازم يدوس عليه قبل ما القنبلة تنفجر ووقف هان خايف يكون موسى بيخدعه وما كانش عارف يعمل ايه ودول باقيين شايفين جهاز التحكم في ايده ومستمعين ايه اللي ضربنهم فامر المفاوض القناصة بضربه وفعلا ضربوه في ايده بس كان وقف القنبلة ودخلت القوات طلعت الرهاين وشالت القنبلة اما موسى ففضل يترجع هان انه يقتله بس هو سابه ونزل وقبل يوجي وطلب منها تطلع تشوف والدها بسرعة قبل ما يجرله حاجة وبرده ما كانش عارفها وكلمها النزميل وكان عنده بنت جاميلة ومت بعدها اما هان فقعد قدام الكاميرا اللي كانت بتبس فيديوهات موسى وقال اسم ووظفته انه من سنة اكتشف ان فيه وحش بيتحكم في الرأي العام وبيتجسس على الناس وبيتلعب بالقضايا علشان يزرع الخفو الرعب في قلبهم والوحش ده اسمه سنجموه وده عبارة عن مجموعة خاصة من وكلاء سبقين وحاليين من وحدة المخابرات وده الوحد قوتهم علشان يتلعبوا بالانتخابات وعشان يوقفهم اضطر ان يقتل زميل وهو دلوقتي مستعد لأي عقاب وقبل ما ايفل الفيديو طلب من الناس ما تنساش اللي ضحوا بحياتهم وقال انه بعد قوائم بأسماء وجرايم كل المشتركين في سنجموه للإعلام وقال كمان الرقم السر اللي بيفتح الملفات وما قدرش يقوم مكانه وفقد وعيه وبعد خمس سنين كانت يوجي اترقت في شغلها ولما رحت تمدي ورق من دو قالت لها انها جبارة انها قدرت تستحمل كل ده وحكيت لها عن زيارتها الكانج في السيجن لانه كان واحد من سنجموه وما كانش زعلان بالعكس كان مبسوط جدا ان البيت في اعتمن اخطاءه وفكرتها انها هياخد افراج اليوم وكان دونج هو اللي موصله لبيته وقعد هام بيبص على صورة يوجي وبعدها خرجوا لقها بتتصل بي فرد عليها وقعد بالليل قدام النار يقرى الرسائل اللي كانت بتبعتها له هو في السيجن ودي كانت نهاية المسلسل ما تنسوش بقى تعملونا لايك وسبسكرايب ويدفع على زر الجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد والسلام